عايشة أول دولة في الشرق الأوسط تضيف المؤتمر العالمي للتربية البيئية في هذه النسخة هي الإمارات يعبر عن شو يعني أنه هي أول دولة هي أول دولة في الخليج أكتر أقول أو في هالمنطقة هالمؤتمر جدا مهم فنحن كهيئة البيئة بوظبي من عشرين سنة تقريبا ونحن نشتغل في هالمجال التعليم البيئي وهالمؤتمر كل سنتين تقريبا حد من الهيئة يحضر هالمؤتمر فنحن نستضيفه هذا شيء جدا مهم جدا كبير لنا لأن هذا يبين أن نحن وصلنا لمرتبة كبيرة أو مرتبة عالية في مجال التعليم البيئي بحيث أن نحن نستضيف مجموعة من نخبة من ناس في هالمجال التعليم البيئي يعني ارتباط التعليم بالبيئة كثير مهم أن نحن نعزز هالثقافة مش بس كثقافة حتى نغرسها كتعليم مثل ما تعرف أنت فيه الحين خبراء كثيرين في هالمجال فشو أساسهم شو بدايتهم التعليم البيئي هم عادي ما يكونون يتذكرون هالشيء بس من الصغر هم ندمجوا في هالمجال يعني أنا واحدة منهم في صف السابع تقريبا خذت أحد المبادرات اللي أنا حاليا شغال عليها أجيب هي خذتها في المدرسة فهالشيء سبحان الله أنما فيني وخلاني أشتغل في هالمجال ونحن نشهد بأن وايد من الشباب خذوا هال يعني انضموا لمبادرات وفعاليات عن التعليم البيئي وفي النهاية شغلهم يعني أو وظائفهم المستقبلية صارت في هالمجال تتواكب معاها بكل تأكيد المؤتمر شو أهدافه يعني شو اللي ننتظره من هكذا مؤتمر فما بعد المؤتمر إن شاء الله بيكون فيه تقرير كامل وهذا الشيء بيثري فيه في خطط الدولة لتعليم البيئي وهو يجمع من بين نخبة من المدرسين أو أصحاب المصرحة في هالمجال وهو يعد المؤتمر هذا مركز أو منصة لمواجهة المشاكل البيئية منها المناخية